باحتفاء قبل عامين استقبلت الجزائر ججاجم جماجم المقاتليين ورموز المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي بعد أن بقيت لمدة طويلة جدا في صناديق متحف الإنسان في فرنسا. 24 من المقاتلين وصلت رفاتهم على متن طائرة هرقل سي 130 كان في استقبال النعوش طبعا وقتها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الأركان. وسط أصوات الطبول وطلقات المدافع استقبلوك شهداء للأمة الجزائرية. اجتمعت حشود لدفن هؤلاء المقاتلين الذين عادوا إلى وطنهم الأم بعد قرن ونصف من وفاتهم. تمت استعادتهم من فرنسا في مبادرة لتوطيد تحسين تعزيز العلاقات بين فرنسا وجزائر. تعود تلك الجماجم التي عادت للجزائر لقادة المقاومة الشعبية الذين وقفوا ضد الاستعمار الفرنسي حينها. قتلوا وقطعت رؤوسهم في عام 1849 ثم نقلت إلى باريس وبقيت هناك تحت هذه الأرقام وبهذه الصورة. من هذه الجماجم هناك جمجمة لشخص يعتبر قائد عسكري جزائري اسمه بوزيان. قتل في معركة زعاطشة وكذلك الشريف بوبغلى الذي قطع رأسه حية. لكن هناك تطورا جديدا حدث بعد أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. أنها حصلت على وثائق من المضحف والحكومة الفرنسية. تظهر أنه في حين تم تحديد ست من الجماجم التي تم إرجاعها بوضوح على أنها لمقاتل المقامة. إلا أن الباقي مجهول الهوية. الجدل ومشاهدين ملأ الصفحات. صفحات الواقع التواصل. الكل تساءل عن مدى معرفة الحكومة الجزائرية بهوية الجماجم. فهناك تعليقات من بلال. مثلا بلال يرى فضيحة مدوية تزلزل أركان حكم العسكر في الجزائر. والمولين لهم لحد الساعة ولا وسيلة إعلامية تابعة للنظام. تكلمت عن الفضيحة التي فجرتها صحيفة نيويورك تايمز. أما هنا ميلود. فرنسا الذكية تلعب بورقة الجماجم لربح رهانات اقتصادية وطاقية. هذا ما يراه ملود رقيق. ولكن ماذا عن عماد؟ ألا يوجد خبراء في الجزائر اختبار DNA؟ هذا ما يراه في تدوينته الرابع. عما هذه التدوينة لرزاني محمد. لا يهم الجماجم الشيء المهم أن العالم عرف أن فرنسا كانت تقطع رؤوس المقاومة لتحتفل بهم في الإليزيه. وبهذا هي توقع على اعتراف تاريخي بجرائمها. لم يصدر مشاهدين أي تأكيد أو نفي لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز. نحن حاولنا التواصل مع جهات رسمية من الجزائر. لكن لم نحصل على إجابة. إلا أن السيناتورة الفرنسية كاثرين مورين جيزيالي التي عملت منذ فترة طويلة على إعادة رفاة الموتى. قالت في هذا الشأن. إن القضايا الدبلوماسية طاغت على المسائل التاريخية. فرنسا تدرس مشروع قانون. يسمح بإعادة جماجم المقاومين الجزائريين الموجودة في متحف الإنسان بباريس للجزائر. يقدر عددهم بخمسمائة جنجمة. وتعرقل السلطات الفرنسية تسليم هذه الجماجم. بحجة أنها ملك وتراث للأمة.